بيت الهنى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مشاهدينا وحباكم عشر رفيتكم بيت الهنى المطابق السودانية بتختلف باختلاف المناطق يمكن إحنا زمان كان عندنا شكل معين أو شكل تقليدي للمطبخ السوداني إذا كان بر المنزل خالص علشان الروائح زي ما كنا بنقول أو علشان الإزعاج بيكون داخل المنزل الوضع الحالي طبعا اختلف لأن البيوت بيقت شكلها مختلف وشكلها عصري وبكل مرة إحنا بنمشي وبنلقى إنه التقنيات والتطور ماشي بنقوم بنعمل هذا التغيير داخل منازلنا المطبخ لأنه مهم جدا في البيت السوداني ولأنه بنستخدمه استخدام ممكن يكون ما يستخدمه عادي استخدام أكثر من عادي فلازم يكون فيه بعض المواصفات المختلفة من أي مطبخ تاني هل المطبخ ممكن إحنا بنستخدمه استخدامه صحيح؟ هل ممكن المطبخ إحنا المواد التي تكون موجودة فيه في التصنيع أو حتى ترتيبه بيتين بشكل مناسب وملائم ليلة في المنزل؟ كل الأمور إحنا هنتكلم عنها في حلقتنا الليلة مع مختص في الديكور والتصميم الداخلي باش مهندس محمود هيشرفنا هو بعد شوية تعالوا نستمع معا أهلا باكم مشاهدين وأهلا بضيفنا اللي شرفنا في صالو البيت الهنى باش مهندس محمود حبيب وهو مختص في التصميم الداخلي والديكور أهلا باكم شرفتنا كثيرا مرحبا أهلا سلام حلقتنا الليلة في المطبخ والمطبخ طبعا اللي هو بتقضي فيه السيدة أغلب الوقت والمطبخ اللي ممكن يكون فيه بعض الروائح الغير محببة في البيت والمطبخ اللي فيه ألواره بتكون بختلفة عموما هو بفتكر أنه يعني من الأماكن المهمة جدا داخل المنزل بخلينا نبدأ أول حاجة بأشكال وتصاميم المطابخ الموجودة في بيوتنا السودانية طيب المطابخ عموما في السودان بيختلف من المطابخ بحجمها أكبر طبيعة الخدمة فيها أكبر فيه أشكال رئيسية أو السليمة أو النقولة العلمية في تصميم المطابخ الـ L shape وفيه الـ U shape وفيه الخطين المتوازين اللي هو الشكل اللي بيكون على شكل كده L الشكل الـ L وفيه الشكل الثاني اللي بيكون زي حدوة الحصان حدوة الحصان وفيه الخطين المتوازين الخطين اللي هو بيكون مستطيل مثلا نتغريبا شكل المطبخ نفسه أو ممكن يكون خط واحد دينوعية من المطابخ أو بنلقها في المساكن الصغيرة أو الستوديو عموما ما الأنسب منه هشلو في المطابخ؟ والله هي حسب المساحات الموجودة في تصميم بتاع منازل أو مساكن بيحكوا مكفيوة لـ L shape بتكون الجزء الثاني دا المداخل اللي بتوصلك فـ U shape طبعا هو مريح جدا أو أنسب يعني تصميم للمطابخ عندنا حاجات مهمة بس الفوائد الفيو اشنو؟ مريح لمسلسة العمل تحديدا هو أي تصميم لمطبخ بيحتمد على المسلسة بتاع العمل اللي هو الموقد أول بتجاز عندنا التلاجة وعندنا السطحة اللي بتعمل عليه هو الفيو الغسيل أو كده يعني على كلامك إنه مفروض حتى توزيع الحاجات دي تكون من شكل معين في كل الأشكال لازم توجد يوجد مسلسة العمل اللي هو ده أساس المطبخ النار، التلاجة، المكان اللي بتغسل فيه الصحون يعني قصدت إنه هل ممكن يكون فيه وضع معين مفروض يكون فيه؟ يعني مثلاً التلاجة تكون مقاصدة البتجاز ولا جنبه؟ يعني أنا قصدت بإنه الشكل ده يعته الأنسب بالنسبة لنا في المطابخ مثلاً البتجاز يحرم إنه يكون جنب الموية لأنه بيطفيه وبيكون فيه مشكلة ما بيتلمع معه ممكن التلاجة تكون قريبة نوعاً ما ما ملاصقة طبعاً ما تكون قريبة فقلنا اليوشي بوشك للحدوى هو الأنسب في الوضع بيكون هو في الوسط الموقف وبالأطراف اللي اتنين بيكون عندك الموية للغسيل وعندك التلاجة من الناحية التانية جميل بالنسبة لي خلينا نقول للطرق بتاعتها التخزين حاجة الأطعمة حاجتنا احنا طبعاً عندنا اللي هي المعلبات وعندنا التخزين الحلل والأواني بشكل عام والكبابي وعندنا تخزين الأطعمة اللي هي ممكن نقول كأطعمة مثلاً إذا بصل إذا توم إذا حاجات زينية بتختلف طبعاً في المطبخ وكلها بتكون موجودة في المطبخ الحاجات المفروض نخذتها في بالنا شنو؟ بالشكل التصميمي اللي انت ذكرته وفي نفس الوقت تحفظ لينا ونخلف بعنا برضو مسألة الرواح يعني إنها تكون ما موجودة بشكل كبير في المطبخ طيب المواد عموماً اللي بتتخزين عندنا نوعين اللي هي الجاف البارد أو عندنا الجاف زي البصل التوم الكذا في يونيتس أو إحتات بتتحفظ فيها الحاجات دي عندنا دواليب أو خزانات دي بتحفظ فيها الأواني وفي ناس بتستخدم الأرضية منها لحفظ التوم البصل الحاجات دي في وحدات خارجية الناس قادت تستخدمها برضو بتحفظ فيها المواد الأطعمة هذه دي الحاجات التانية بتحفظ في التلاجة أو الفريزرات في ناس بتحيب تصميم ستور أو مخزل ملحق بالمطبخ بتخزين فيه كميات من الحاجات أنا في التصميم مرة ما شد بيت ونقيت لي تصميم قالوا لي أنه أقرب للشكل القديم أو الشكل التقليدي اللي هو هم عاملينه مطبخ الأمريكي مطبخ مفتوح وعملين منه جزء داخلي يعني المطبخ اللي هو الخدمة ذاته والشكلاً يعني الحركة بتكون أكتر فبكون شوية كركب وممكن في لحظة فهو بكون جوه السيدة بتشتفل جوه وبر الشكل النظيف الجميل اللي بيكون فيه وتلاجة صغيرة بكون فيه وسخانة بتاعة موية فالتصاميم دي هل ممكن تنفع يعني موما في البيوتة السودانية ولا برضو بتتحكم فيها المساحات والله هي في الأول وفي الآخر بتتحكم فيها المساحة إذا عندك المساحة الكافية ليه لا ممكن يدعمل التصميم ده هم عندهم التصاميم الأوروبية أو الحديثة تحديداً المطابخ الأوبين كيتشين اللي بتفتح على الصالة على الليفينج روم على كده ما بكون عندها إشكال بالنسبة لي نحن صغافتنا وفي السودان عندنا حتات لازم تكون معزولة مثلاً أو الناس بتكون فيها براحتها عشان كده ما بتلقى المساحة الكبيرة أول شيء ومتقدر تحكس حاجاتك دي كلها على الصالة أو على كده وفكرة للطبيعة البيت السوداني يعني بأنه مضيوفين على طول لكن ممكن الفكرة دي تدخل على أساس أنه نعمل الحداثة في نفس الوكيد والله هي ممكن تتعامل بيعني ممكن تتعالج بأنك تعزل تماماً الحتة دي من الحتة بتعطى الاستقبال إحنا عندنا القصة بالخصوص ده وتقرير سجلناه تعالوا نشوفوا التقرير ونرجع مرة تانية نكمل حوالة تفضل مشيت مع أمي اخترنا مطبخ على حسب اللون أو الحادة بتاع الحيطة لون الحيطة ما يلعل الرمادي بدي مساحة أوسع لأنه في بعض الألوان بيتضيق المساحة أو بيتخلل حتة ضيقة اخترنا الدواليب في بعض منها جزاز أو فايبر عشان تدي منظر للمطبخ بتاعنا لأنه انت بتقوم بترص فيه العدة اللي انت عايزاها ودائر الناس يشوفوها لأنه طبعاً المطبخ هو دليل المرأة زي ما بيقولي في السودان المرأة الشاطرة بتعريفها من مطبخة فكل ما كان المطبخ جميل ومرتب ومنظم ده بيعكس إنه المرأة هي مرتبة ومنظمة مكان البتجاز في المطبخ لازم يكون بعيد عن مصدر تيار برضو لازم يكون بعيد من التلاجة أو الديب فريزر الموجودة عندنا موقع التلاجة لازم نعكس البتجاز تماماً يعني حتة هاوية عشان تقدر المكنة تاخد راحتها في الحركة لأنه صخانة ممكن تعطلة لنا السراميك برضو اختياره مهم جداً جداً في بعض الناس بيقولوا إنه مثلاً السراميك ما بينفع في المطبخ لأنه لو أقلم ويزول ممكن يقع أو إنه بكسر العدة السراميك ذاته أنواع يعني فيه سراميك ناعم وفيه سراميك خشن أنت ممكن تختار نوع السراميك اللي ما بزحلق الزول أو ما ممكن تقعي النظافة بتاع المطبخ مهمة خالص العدة لازم تتغسل أول بأول لأنه تراكمة بيكون مصدر للحشرات وبيكون مصدر للذباب حتى العدة لما انتغسليها لازم تقليبيها لأنه ممكن تجمع الموية والموية مصدر للبكتيريا نصحت إليكم المطبخ لازم يكون كامل لازم يكون فيه إضاءة كويسة لازم يكون مهوي لأن التهوية دي أهم حاجة لازم نحافظ على نظافته لأنه عدم النظافة بتسبب لنا الأمراض وهي أصدر مصدر للبكتيريا ومصدر للطفاليات اللي بتنقل الأمراض خصوصا للأطفال نحن عموما نتمنى للبيوت السودانية تكون بالجمالة اللي احنا شفناه ده وعموما عملية التخزين وعملية التوضيب يعني ظهر عليها بشكل رائع وجميل نحن بنشكر طبعا اللي كانوا في التقرير وبالتأكيد هنتواصل في احتياجاتنا يعني هل ممكن نقول حوجتنا لشي معين إذا كان يعني أنا عندي مثلا ضيوف بجودي أو داس ممكن نقول ساكنة في نفس البيت معاي أهلي هل بالضرورة إنه شكل العام للمطبخ يكون على حسب احتياجاتي أو على حسب حوجتي أنا ما محتاج إحنا مثلا طلاب وزاكنين في مكان معين فهل بالضرورة إن المطبخ يكون شكله برضو مختلف من البيت اللي بيكون فيه ضيوف كتار فممكن تعملين ملامح شوية عامة لشكل المطبخ في البيوت نعم بيختلف بيختلف أول شي عدد المستخدمين نوع المسكن ذاته من بيت لمؤسسة لشركة لكذا المساحات عموما ممكن تكون كم في كم تقريبا بالنسبة للأشكال المختلفة دي والله مش عندها مساحات محددة بس المطابق عموما البحدات أو اليونيتس بتكون لغاية خمسة ستة متر ده بالنسبة للبحدات التصميمية أما بالنسبة لمساحة المطبخ تحديدا ممكن نقول ثلاثة في خمسة دي أغلبية المطابخ في السودان في الرينج ده ممكن أكتر ممكن أقل ممكن أقل لكن ده المتوسط بتعمل بالنسبة لتنظيف المطبخ هل برضو بيختلف باختلاف النوع اللي احنا عاملين فيه المطبخ احنا طبعا بنلقينه في كتير من الحاجات المطابقة اللي هي دخلة الألمونيوم حاسية في الخشب في الفرمايكة زبان حاسبا برضو يرجع عليه وتعني اختلاف التنظيف بيختلف كيف من مطبخ للتعني حسب المعدة المستخدمة بيها التصنيع الوحدات بس المطبخ هو مكان بتصنع فيه أكل فدي حاجة مهمة جدا نظافة ولازم الناس تضمنها فاهتمام الناس بيها لازم يكون كبير جدا جدا هل في نوع أفضل من نوع تاني أنه يكون في تصميم المطبخ والله هي ما بتتوقف على النوع لأنه كلهم بتنظفوا بتتوقف على اهتمام المستخدم للنظافة يعني اللي بيستعمل خشب مثلا يحاول قدر الإمكان ما يستعمل موية كتير هي أغلبية الخشب المستعمل بيكون معالج بطبقة خارجية اللي هي بتعزل حتة الموية تحديدا عشان ما تأثر ليه للمطبخ تحديدا يعني في الناس بنجروا يعني نجر بيعملوك انت لايك كده فهي دي ما بتكون مخصصة طبعا دي ما مخصصة دي أكيد هتواجف مشاكل كتيرة جدا فلازم نخد في برنا المعايير الملأمة للمطبخ طيب بالنسبة للإضاءة بتحت المطبخ هل زي من بيقول إحنا دارين نعمل إضاءة خافة و جميلة مثلا في السالون أو في غرفة النوم هل بالضرورة برضو نوعية الإضاءة تختلف في المطبخ؟ في المطبخ لازم تكون الإضاءة مباشرة تماما ما يكون فيها ضل مباشرة يعني ما شو اللي هي السكف؟ اللي هي من السكف؟ نحن نفضلها في كل الأماكن يعني الإضاءة الرئيسية تكون من السكف لأنها ما بتخليق ضل غير كده بتكون لونة أبيض في المطبخ بيتغير الألوان الإضاءة صحي إذا أبي قلت لون أصفر حتغير لك في لون الأطعمة ذاتها فالناس اللي بتنظفها الأكيل والناس اللحمة ذاتها اللونة بتقعها مختلفة صحي صحي تبقى على أسوأ فهي بتشكيقك فلازم غير كده في النظافة إحنا لازم الحاجات تظهير لنا الوساخة عشان ننظفها طب فيه نازم بتستعمل سبوتلايت في الديكور عموما بتعمل في المطبخ حتى في الدواليب في الدواليب الفوق بيكون تحت معمول سبوتلايت دي برضا بنحتبيرها إضاءة سجف لأنه السطحة اللي بتوضب عليها إنت تحت الويركتوب لازم الإضاءة تكون مباشرة فبتدعمل على الدواليب من تحت ممكن نستخدم الاثنين مع بعض علشان ديت تضمن لنا وقت الشغل نشغل اللي هي المباشرة نعم ووقتها يعني إحنا ما محتاجين للمطبخ كأشي تجميل نقوم نغيره ممكن تستخدم الوحدات التعالي يعني فلستعمل الاثنين أفضل نعم طيب بالنسبة لإضاءة بالنسبة لإختيار التصاميم بتحت الدواليب بشكل عام إحنا بنشوف طبعا أشكال مختلفة لكن وظائفة بتختلف فالأفضل يكون في شنو بالنسبة للمطبخ حاجرة خاصة للمطبخ السودان في حاجة مهمة جدا مروحة الشفط التصاميم الحديثة كلها مربوطة أو بتجي جاهزة مروحة الشفط قصادة البتجازة فبنوصي دائما بالتصاميم دي تحديدا في ناس ممكن تعالجة أو تستخدم مروحة الشفط على السقف أو على الحائط المروحة العادية المروحة العادية بس دية طبعا أكثر اللي هي بتكون قصادة الأبخيرة ديك حتستنى لمن الدخاني من الحيتة بعدها حتى التشفط تسحب فارحة الأكل لما تكون قصادة البتجاز طوارة تطلع جميل فهي بنوصبها كشكل جمالي طبعا هي فيها ناحية جمالية بس الأهم الغرض الوظيفي ليها صحيح اللي هي عملية الشفط اتواصل معك كده هاي كل السعين للمواضيع بخصوصا مطبخ والمطبخ السوداني العصري والتقليدي بعض الفاصل خليكم معنا بيت الهنا بنتواصل معاكم مشاهدينا هنا نأسس اختيار المطبخ اللي يكون بيت الشكل هنتكلم شوية المرضية عن اختيار الألوان واختيار الديهانات وعموما اختيار البلاط أو الجداريات عموما بشكل عام برحبك مرة تانية باش مهند طيب خلينا نقول انه المطابخ عموما متختلف احنا قلنا في مطبخ مكفول وحس بيقت كتير حكاية المطبخ المفتوح الأنسب ليه واشنه من ناحية الديهانات الديهانات بالنسبة للمطابخ ما بتتحكم بالألوان يعني ممكن درجات البرتغال الفاتحة الشهية وكده بالنسبة للمطابخ بالنسبة للمطابخ بس بهمنا كمان اللي هي سهولة تغسل الديهان نفسه ويكون مضاد للموية وكده لانه دي حتة الموية فيها باستمرار حتى الأبخرة لما تتراكم فالواحد بيزيلها بسهولة يعني نعم فبتكون في حارة غسيل وبتتعرض للموية بشكل كبير فهذه الحياة اللي بنوصي بها في تصميم المطابخ عموما المفتوق والمقفوط بالنسبة للديهان الاتنين واحد ما في مشكلة بالنسبة ليه أنواع البلاطة اللي بتكون موجودة في الأرضيات أو بالنسبة للبلاطة اللي ممكن الآن أصبح على الحياة بيختص المطبخ عموما بمقاسات أصغر دائما في تصميم البلاط بتاعه لصغر المساحة بتاعه من ناحية بتاعت نسب والتناسب المساحات الكبيرة بتستخدم مقاسات كبيرة للبلاط تصغير بتستخدم مقاسات أصغر والوسط ممكن يكون وسط وسط برضو لازم يكون فيه تكشر أو بيقول المنسو يكون خشن طانما حتة فيها موية عشان الواحد ما يزالك طبعا أيها ألوان وبرضو تكون ظاهرة فيها الوساخ عشان ما يتنظف طوال تكون ألوان فاتحة فاتحة بيناس بياخدوا الغامق على فكرة والله ما بيقول خطأ بس إذا بيقد سهلة في التنظيف بيظهر الوساخ عشان ما تقوم تتنظف ما عندنا معنى الألوان المناسبة شو دايما في الأرضيات؟ والله الناس بتستخدم الجري الفاتح الرمادي أو الأبيض أو الأزرق الفاتح دي أغلبية الألوان البنقاء في المطابق جميل بالنسبة لي عموما يعني موقع المطبخ في البيت إذا إحنا جايين نصمم يعني بيت جديد وكذا الأنسب إنه يكون فياته مكان غالبا بيكون في الجهة الخلفية من المنزل بيكون قريب من طبعا إحنا هنتعامل على اتنين على أساس إنه بيت بيت مفتوح أو شقة نعم بيكون في الجهة الخلفية بيكون قريب من المداخل بتاع الخدمة إذا كان في البيت المفتوح أو البيت الأرضي الفيلة عموما بيكون قريب من مدخل الخدمة أو القراش لأنه المواد بتاعتلك في العادة بتجيب بالأسبوع باش شهر باش نوع فبتكون قريبة من المدخل بالنسبة للشقة ما قاعد يكون فيه اختراف كبير على الموقع عموما إذا كان بيجد يعني يكون مثلا جمب الغرف أكثر يكون على الصالون والهول آه نعم المداخل بتاعته اللي هو مدخل الخدمة الخارجية أو المدخل الرئيسي المين اللي بيخدم على المنزل من جوا ده الموقع تحديدا يعني يكون أفضل إنه في حتة نوعا ما يعني ما يكون فيه مسافة أو مساحة ما بينه إذا قلنا مثلا الصفرة ما يكون في النص في كم حاجة حتى ينا الصفرة لأنه المسألة ممكن توسخ المكان حتى يعني من المطبخ لغاية لما الواحد يصل للصفرة فبالتالي حتى اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون مكملة للمطبخ بالضرورة إنها تكون جنبها منعا لي الكسير الكتير الكسير الملحقات بتاعته المطبخ المكان يتوسط الروايح ومن لما يتوسط البيت ما زير من يكون فيه طرف صحيح النوافذ كيف مفروض تكون مده بتكلمت عن الروايح اختيار الشبابيك بشكل عام مفروض يكون كيف ومواقع وموقع يعني أفضل إنه يكون جنب الباب يكون في النص فوق البتجاز تماما ولا المكان يكون فوق مثلا أنه في ناس بتستخدم مش الشباكة المربع في ناس تستخدم اللي هي المستطيلة بتكون على التصحيح تقريبا في ناحية الفتحات بتكون المناور تيل محبزة إذا بقت على حائط خارجي بتكون المناور بتستفيد منها في التهوية الطبيعية وفي الإضاءة بالنسبة للتهوية الميكانيكية في المراوح أو في المكيفات الاستاندر بتتخطى للمطابخ الإضاءة طبعا هالإضاءة بتعتني سبوتلايت أو أي كان نوع على السقف أموما يعني تصاميمنا دية كان مهندس فريد من النوع اللي عمل التصاميم القديمة التقليدية مشكرا كتير باش مهندس محمد حبيب ونتمنى لك إن شاء الله دايما التوفيق سلام الله شكرا لك مشاهدين الكرام هنتواصل معاكم بس بعض الفاصل خليكم معنا رحب بكم ومشاهدين مرة تانية بنتواصل معاكم في بيت الهنى المرضي عندنا نصيحة صحية خلينا نتكلم عن الحاجات اللي لها علاقة بصحة الجلد مع دكتورة إيمان شاه تعالوا نشوفها تتقدم لنا أي نصيحة فضل أهلا وسهلا في حلقة الجلدية واليوم هنتكلم عن البخاق البخاق طبعا من الأمراض المزعجة للمريض وأسباب البخاق ضيعت هو فوقه كذا شيء أول حاجة هو فوقه عامل براسة وبعدين بيحصل أن الخلية ناتجة للصبغة بتكون غير موجودة يعني بيحصل لها بتتدمر بأسباب محددة داخل جسم الإنسان وعنده أنواع يعني ممكن نلقى مثلا واحدة بس من البخاق اللي هو بيكون لونه ذي اللبن نلقاه بس بقعة أو بقعتين في الجسم أو ممكن نلقاه كذا بقعة على خط واحد أو ممكن نلقاه في الجسم كله أو ممكن حوالين الفم برضو ممكن نلقى البخاق البخاق طبعا علاجه بياخد فترة طويلة فالمريض ما يزهج أو يتعب يعني أنا أخذته شهر وشهرين وما قلت ما في استجابة فالمريض يمشي للطبيب لأنه على حسب البخاق طيب حسب الحاجة بتحته هو بياخد العلاج ودلوقت فيه علاجات كثيرة وصلنا إلى ليزر وصله ممكن تزرع الجلد نفسه أو خلايا الجلد نفسها ففيه أشياء كثيرة لكن مش كل نوع أو كل واحد هو ممكن يصل للمراحل دية يعني على حسب الحالة أنت الطبيب بيحدد لك أنت ممكن تتعالج بشياء بعدين في البخاق دية طبعا زي ما قلت هو مزعج للمريض وبالمريض بنفسه بالنسبة للمجتمع المجتمع بيشوفه كده بيخاف يسلم عليه بيفتكروا حاجة مؤذية أو معدية فالبخاق ده ما من الأمراض المعدية والحمد لله نحمد الله إنهما حاجة معدية والناس عندها خاطر في المعلومة عندنا هنا في السودان مثلا إنما تلقى الناس ماشية عندهم والبخاق يقول لك ده عنده برس البرس هو ما البخاق البرس ذا نوع من البكتيريا والبخاق دي الخلايا بتنتج السبغة نفسها غير موجودة فهو عادي وبعيش في المجتمع عادي وبتعالج بيكون ماشي حياته عادية جدا وما معدي فهنا بحيث أحب أركز على إن المعلومة دي إنه البخاق ما هو أن ترس لازم تكونوا عافلينها لأنه بتساعدنا برضو في علاج المريض لأنه نفسيا بيبقى هو بيكون أحسن طبعا أي لأنه أي ضغوط أي سرس في أي من الأمراض بتزيد نحن لما نساعد في الحاجات الخارجية دي مع العلاج بتاع الطبيب هو بيقدر يساعدنا ذاته إنه يبقى أحسن وأحسن فالناس إن شاء الله تستفيد من كده وتصل للمراكز اللي هي فيها العلاجات عند الأطباء عشان هو يقدر يحدد أي نوع من العلاج هو المسال دي أو المريض اللي بيحتاج ليهم وإن شاء الله تكونوا استفدتم من الحلقة دي وإن شاء الله نشوفكم في حلقة ثانية وعودة إلى الأستاذية نشكرك دكتورة إيمان ونتواصل معكم دايما مشاهدين على هنا أتشغدو تي في خلينا دايما نكون متواصلين علشان نديكم أجمل وأفضل النصائح حلقتنا كانت عن التصميم داخل المطبخ هنتواصل معكم في مواضيع أخرى إن شاء الله ودعناكم الله موسيقى موسيقى بيت الهنى بيت الهنى موسيقى موسيقى موسيقى